لا جدار بين الرئيس والشعب بعد اليوم كل الحواجز التي كانت تفصل بين المسؤول والمواطن تماهت اليوم عبرها الكاظمي وأنهى بذلك حقبة زمنية لينساها العراقيون أبدا حقبة الوساطة والروتين قاطعا الطريق أمام سماسرة الدم والمال الذين عاثوا فسادا في استحقاقات العراقيين ومقدراتهم وثرواتهم بالأمس القريب جدا كان الكاظمي في زيارة لمنطقتين الكاظمية والأعظمية ببغداد كسرت طوق الطائفية المقيت إلى حيث لا رجع وقبلها فاجأ العالم بزيارة إلى سجن المثنى للإطلاع الشخصي المباشر على أوضاع المساجين وأسباب توقيفهم أسبقها بزيارات ميدانية عديدة ومفاجئة لجهات عدة لم يسبق لرئيس حكومة قبله أن طرق باب أحد منها وفي زيارته المفاجئة لوزارة الداخلية ولقائه بالقيادات الأمنية فيها وجه رصاصة إلى نحر العابثين بأمن الوطن ومقدراته حين قال لن أسمح بممارسة ضغوطات سياسية من عناصر حزبية أو اجتماعية على المؤسسة الأمنية بعدها مباشرة ودون المتوقع زيارة مفاجئة أخرى أذهلت العراقيين وأثلجت صدورهم ولاقت تأييدهم واستحسانهم حين ظهر الكاظمي فجأة وسط المعتصمين المطالبين بتعيينهم وسط بغداد زيارة مفاجئة خرجت عن نطاق المألوف في العراق منذ سنوات رئيس حكومة يدخل إلى ساحة الاعتصامات ويلتقي المعتصمين ويستمع إلى شكاواهم ويدون بقلمه مطالبهم وكأن لسان حاله يقول لهم هذا ما جنته الحكومات السابقة عليكم وما جنيت على أحد مقدما الوعد لأبنائه المعتصمين بإيجاد حلول منصفة لهم وعوني تضطوني وعدين وعدين تروحون لبيوتكم والوعدة الثالث كنون صبورين الشهر شهر هنا خلصاكم معاهدة